اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يتعاقد مع اللعب التونسي فادي بن شوق في صفقة انتقال حر فادي بن شوق يلعب وسط هجومي عنده 27 سنة سبق له لعب في العديد من الأندية التونسية النادي البنزرتي الملعب التونسي النادي سفاكسي وآخر نادي يلعب له هو الترجي التونسي رفقة الترجي التونسي فادي بن شوق لعب 46 مقابلة سجل فيهم سبع دي الأهداف لعب عنده خبرة وعنده تجربة وقام ديره طويلة 189 مقابلة لعب مع الترجي مهليا وكذلك في المصابقة دي الدوري الطريف الرقية وأكيد على أن الجماهر دي الحسنية أقادير تنتظر الشيء الكثير من هذا اللاعب ويقدم الإضافة للفارق قلت من قبل على أنني عاجبني الطريقة لخدم بها حسنية أقادير هذا الموسم تعاقد مع لعبين واحد طريقة متوازنة في مراكز متعددة لعبين عندهم خبرة وتجربة نزيد عليهم التعاقد مع مدرب كبير مدرب عالمي كنتحدث على البرازيلي باكيتا الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة على كرة القدم الإفراقية وكذلك كرة القدم في العديد من القراز بحكم على أنه اشتغل في العديد من المناصب بلما نسوا الخبرة وتجربة مع العديد من المنتخبات شيء للاحتوى الموسم العديد من اللاعبين من تونس ومن الجزائر جول البطولة وأيضا العديد من المدربين كمغربي مرحبا بيهم في بلدهم الثاني المغرب وكانت مننا شخصيا على أن التجربة رفقة الفرق تكلل بالنجاح ونا دائما مع التعاقد سواء مع لعبين ولا مدربين عندهم خبرة وعندهم تجربة يمكننا نستفيد منهم هذه المسألة تعتبر صحية وهذه المسألة أيضا تدل على نقطة مهمة جدا على أن البطولة المغربية والتي تجدل العديد من العطور والعديد من اللاعبين بحكم لأن الأنديل المغربية خصوصا في السنوات الأخيرة والتي كانت تنافس على الألقاب الإفراقية وخير ودليل على ما أقول في الموزن السابق لقابي دوري أرطال إفراقية والكون فيدرالية كان من نصيب المغرب ولكن ما خصناش نساو نقطة مهمة جدا نتعاقدهم مع المحترفين ولكن ما ننساوش المواهب الشابة قلتها من قبل ونزيد نعودها مرة أخرى إذا كنت سنجيب لاعب محترف لا يقدم الإضافة ولا في نفس المستوى مع اللاعب المحلي من الأحسن على أن نعطي فرصة لللاعب المحلي لاعب المحترف من المنتظر دائما على أنه من اللقاءة الأولى يقدم الخبرة ويقدم تجربة ويقدم الإضافة بحكم لأنه لاعب محترف نبغي نعرف الأراءة لكم في التعليقات فيما يخص الميركاتو حسنية أقادي واذا تشوفوا على الناد الفارق قاد الموسم هذا على أنه ينافس على المراكز الأولى في البطولة المغربية الرجاء الرياضي أيضا يواصل تحركات في الميركاتو الصيفي قبل نهضر على الميركاتو الرجاء نريد أن نهضر على نقطة مهمة جدا تخص اللاعب خاب لغاية الآن الأمور صراحة غير واضحة فيما يخص هذا الميل الرجاء رسلت العربي الكويتي باش يلقى واحد الصيغة توافقية باش الرجاء هذا الموسم يمكنه يعتمد على اللاعب خابة بدون مشاكل يعني من المرتقب على أنه في الساعات أو الأيام القادمة يكون واحد الحل توافق بين الجهتين باش الرجاء إن شاء الله يمكنهم يعتمدوا على اللاعب خابة عبد الرعوف بن غيد الرابطة الجزائرية رفضوا على أنهم يرسلوا البطاقة الدولية اللاعب بحكم لأن الفريق قدم واحد الاحتيجاج حل واحد عند الرجاء الآن هو أنه يرسلوا الفيفا باش ياخدوا البطاقة دولية مؤقتة ومبعد ذلك رجلة النزاعات هي اللي غيكون عندها الحكم النهائي فيما يخص هذا الموضوع نمر للمركاتور الرجاء الرجاء اللي غيت الآن كيف ما قلت ما زال يبحث على لاعب ارتكاز ورأس حربا بنسبة كبيرة اللاعب روجي أهولو اللاعب الطغولي اللي عنده 28 سنة سيوقع لفريق الرجاء الرياضي يعني في الساعات القادمة ولعب على أبعد تقدير في الأيام اللي جاية لاعب سابق في الاتحاد المونستيري سبق البنزرتي ودربه وبإلحاح كبير من المندرب البنزرتي هو اللي يبغي يجيب هذا اللاعب بعد خروج الورطي وخروج العرجون وخروج نجوم لاعبين اللي كان عندهم واحد الدور أساسي فيما يخص المركز الارتكاز الرجاء مطالب بالتعاقد مع لاعب كبير دبابة في المنطقة هذه وروجي أهولو صراحة السابق لاعب محترم جدا وكان يقدم مستوى كبير رفقة الاتحاد المونستيري والبروفايل يناسب فريق الرجاء الرياضي لغاية الآن فات الساعة التي نصور فيها الحلقة لا شيء رسمي ولكن من المرتقب على أنه في الساعات القادمة الرجاء يحسم هذه الصفقة لاعب القيمة التسويقية في الموقع ترانسفر ماركت 500 ألف دولار نصف نليار والعقد انتهى مع التحاد المونستيري يعني الرجاء سيجيب في صفقة انتقال حر نتمنى شخصيا فيما يخص المركز الرأس حربة الرجاء في مفاوضة جدا متقدمة مع اللاعب أكسل ماي لاعب الاتحاد تنجا لاعب أكسل ماي كان عارفو يعني في الموسم السابق كان هو وصيف لهدف البطولة تنظر سجل 12 لهدف وصراحة لاعب محترم عنده خبرة وعنده تجربة ويعرف يعرف البطولة دينا وكي لعب أيضا مع المنتخب وكيفما قلت من قبل الراجاء لا يعود يطح في نفس المشكلة يعني الآن كان تريد فيما يخص تعاقد مع مواجه أكسل ماي كانت تعتبر الهدف الأول لفريق الرجاء الرياضي ولكن كان أيضا لاعب آخر منطروح يعني صراحة هجو التعاقد إلا دازو كان هدر على روجي أهولو وكذلك أكسل ماي ستكون القيمة مضافة كبيرة لفريق الرجاء الرياضي نريد أعرف الرأي لكم في التعليقات فيما يخص التعاقدات أكسل ماي وكذلك روجي أهولو ويجب أن نظر على نقطة مهمة جدا إلا جو الجوجي اللاعبين الرجاء يخص يخرج واحد اللاعب محترف لأن الرجاء منحقه على أن يعتمد على خمسة اللاعبين محترفين فقط بنسبة سيكون هو اللاعب الذي سيخرج من الرجاء الرياضي على الأقل كإعارة وصراحة أي وحد تتبع الحلقات قدرت على هذا اللاعب عندما تعاقد مع الرجاء جابوا من القوة الجوية العراقي عرقام جدا متواضعة الموسم السابق سنضر لعب جوجي المقابلات ما قدم فيهم ولا إضافة يعني صراحة التعاقد مع هذا اللاعب كان خاطئ يعني بكل ما تحمي الكلمة معنا اللاعب بوكاسي سيكون هو اللاعب الأقرب للخروج يلاجأ أكسل ماي وكذلك روجي آول الويداد الرياضي يواصل تحركاته في المركات الصيفي وهي تعاقد مع ثلاثة اللاعبين من شباب المحمدية دفعة واحدة كانت تحدث على المدافع زولا هومان باعوش وكذلك الحارس مطع لغاية الآن الويداد تقريبا اكترب كثيرا من نهاية المركات الصيفي تنظر على أنه عنده خاص في جوج مراكز المركز الظاهر أيمن يعني من المفترض على أن الويداد يتعاقد مع لاعب يمكن يعوض العملود وكذلك رأس حربة من قيمة مبينزا أكيد على أن الويداد ما زال يقلب على رأس حربة يمكن يعوض عليه في اللقاءات المصارية اللقاءات ما يمكن ينكر الدور الكبير اللعب مبينزا فيما حققه فريق الويداد الويداد أيضا يواصل التحضيرات للموسم القادم بالمشاركة في دورة انتيفي أول مقابلة كانت ضد مولودية وجدة وانتهت لصالح مولودية وجدة بأربعة أهداف لهدفين الويداد اعتمد على التشكيلة التانية وكتشفنا العديد من اللاعبين لأول مرة لقاء عرف تألق اللاعب فيدي لسجيل هدفين وأيضا اللاعب أنوار من المولودية وجدة لسجيل هدفين شفنا أيضا الحارس فينتي لأول مرة يعني كيدافع على مرمى الويداد الرياضي وصراحة شيء للفت انتباه ديالي يعني المستوى المتواضع الذي ظهر به الحارس لم يمكن للموه أول لقاء له رفقة الويداد ودائما لما كتحمل قامس كبير من قيمة الويداد ولا الراجل الأمور تكون مختلفة أمور تكون مختلفة والضغوط تزيد يعني شفنا نوع من الارتباك على الحارس دار العديد من الأخطاء كلفة الويداد أهداف وما فيها بس يعني يبقى مقابلات تحضيرية لما هو قادم أنا شخصيا كان فضل على لأن لعبين يديروا أخطاء في لقاءات ودية وتصحوهم لما هو قادم حسن يديرهم في لقاءات الرسمية اكتشفنا أيضا في هذا اللقاء على أن العديد من اللاعبين المستوى جدا متوسط لا يمكن إهلهم على أن يحملوا قميص فرق كبير من قيمة الويداد الغيابة تعطيتهم فرصة في العديد من المرات ولكن لا شيء يتغير مدرب صارم مدرب عنده طريقة يشتغل بها وعنده أفكار وعنده قناعات ودائما يعتمد على الشخص المناسب في المكان المناسب واللعبين يدخلهم ويمكنهم يطبقوا التعليمات بحداثرها نريد أن نعرف الآراء فيما يخص المركات الويداد الآن واشتدن على أن بنسبة كبيرة المركات الويداد السنة ولا هناك خصاص في العديد من المراكز كان هذا كل ما يخص الحلقة اليوم لا تنسوا لنقوموا في التعليقات إذا أعزبتكم الحلقة دعمونا بلايك وشاركوا في القناة بلدائما ونصلكم جديد أول بأول كان معكم الرجل مقالة خرافين السلام والله عليكم